تعالوا نعمل مع بعض دبابيس الفراخ بالليمون نعملها ازاي مع بعض بما ان انا بحب دبابيس الفراخ دي او على فكرة وده كان منابي من الفرخة من يد ام الله يرحمها حلو الكلام هناخد الدبابيس دي كده لنضافها الاول ونصنفرها كده بطريقة لطيفة نشيل دي كده والمقادير على الشاشة دبابيس فراخ الاقروشة دي باشيلها مالهاش عوزة وجودها زي عدم وجودها اهو عشان هشيل الجلدة ودي طالما موجودة ما وعرفش هشيل الجلدة منها شوفت دي دول مش عايزوا بخالص اه في كزا طريقة بقى العمل الدبابيس دي ممكن تعملها كريزبي ممكن تعملها عصانية بالبطاطس لطيفة وحلوة ممكن تعملها مع البربكيو سوس هلو ممكن تعملها بالنمونزم هعملها النهاردة بطرقة جديدة هشيل ده كده من هنا اللهم صلى على النبي ونمسك الدبابيس دي نروع عليها كده زي الفل بسكينة صغيرة اهو من غير ما تعواري ايد الخالص وما فيش داعي انك تروح عند الرجل الفرارجي تقولوله لا تضافها لي استمتع انت في تنظيفها كده اه اول ما تعملها كده هتلاها طلعت لوحدها اه زي الفل نخلي ده على جنب عشان كلهم يترموا مع بعض اهو نفس القصة اهو تفرغها كده ما بين يديك كده كانك بتفرغي جوس حمام للحشو وتيجي هنا حلوة اهو هقولك على طريقة حلوة بس فسرك دي اه تخلي جبك منديل وورقة ايه كده وقولك تعمل ايه عشان دي ايه طبعا فيها دهول شوف تعمل ايه كده اه يعني انا امكان شوية عشان الهوى وعشان الشغل بتاعي ومتعود انت مش متعودة على الموضوع اهو بصبه تاني اهو خلي المنديل هو هو انا والله بعلمك وبكلمك الواقع اللي بيحصل في اي مطبخ هتقول لها شبها ده اشد الجلدة دي باي دي بوكي اصباعي اتعور اه 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 شفت اهو منديل بتالي اهو زافس المنديل هتقول لها انا اجيب علبة منديل اخلص على شوية دبابيس اهو موضوع بسيط خالص اهو بعد ما نخلص هنشيل كل ده نربيه في الزبانة ملوش عوزة عنديل اهو 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 عندك فوت مطبخ مفيش مشكلة بس المنديل احسن يعني اهو بص يا عشان اشدها بايدي صعب شوية نجي منديل تاني اهو حاضر اهو حاجات الصغيرة دي خلي بالك زي دايما لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد هو ده برضو حاجة كده في مدرسة رؤية وفن وابداع انا شايف ان انتم ملتوا منها رؤية وفن وابداع عرفنا يا مغازي نشتري بنفسينا ونشتري الخضار صحة ونشتري اللحمة صحة والرؤية ان احنا نغرف الطبق كويس ونبصوه كويس ونتخيل الطبق كل ده تمام درسنا ده ودرسناه خد جمعة ولكن لما بقول تفاصيل صغيرة والمعنى كبير والطعم جديد اكيد بقى هنا بين السطور كلام كبير قوي اهو حل? كده انا خلصت من الايه? زي الفل اللي عم نشيف اشيل ده كله كده اصراحة خالص وزي الفل تمام رايحتك انا وديتك فكرة حلوة حلو الكلام ما عورتش نفسك بالسكينة اتاصل هنا شديدة الحرارة زي الفل هاخد ده ببس الفراغ دي اتابلها تدبيلة كده سريعة واقولك على طريقة حلوة تخلي التدبيلة تزبط جوه الدبابيس دي بالسكينة بتاعتك دي كده اه شفت ازاي اه هو دي كده اهو تاني ضربة السكينة الصغيرة ما بين الدبوس كده عشان التدبيلة تخش ما بين العض واللحم والفص بتاع اللحم ده كده يوم ما بقاش فيه كتا الدموية وتستوي وتاخد طعم اه تاني اه حلو بسكينة صغيرة برض اه 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 خلي بالك ليدك تتعور اه اه زي الفل تدبيلة يا عمشي شوية توم الله شوية ملح الله ما الاقيت في لفلة حلوة الله حلوة وشوية زعتر كده فرش وفتازة يمسيكم بنفركم بيدنا انا بحب الزعتر اللي هو بيجي لعند الراجل بتاع الخدر ده كده مش دايما موجود بس اللي قاتيه موجود خديه وانت مغمضة كده بستخدمتوش النهار ده هتستخدمي بكرة روزماري هاتيف ايدي كنت ماشية عادي حاجات دي حلوة على فكرة في لفر لطيف وجميل حلوة اوه عصرة للموني عمشيفة هو ده الكلام بقى التركية المغازي اه 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 هيا دي شكراً ايدي عمشي في معلية نشا هو ده عاستيسل بي معلية نشا شوية البورات بتوعنا زعتر بابريكا اه ليه نشا حد استقلني ليه علل ولماذا بتحطي ايه علي ايه عشان في الاخر يدينا ايه معلات النشا دي الكفر والفليفر والتدبيلة اللي انا تببلت بيها الدبابيس هتسبتها على الدبوس لغاية لما ياخد لون الحمرار اللطيف الجميل بمعلاقة زيت زيتون في قلب الطاصة الحلوة دي كده ولازم الطاصة تكون شديدة الحرارة ومعلتين زيت كفاية ونمسك الدبابيس كده عمشيف تعالي يا حلوة الله هو ده هياخد تحميرة حلوة عندنا عصير الليمون جاهز بشرة ليمون جاهزة من الليمون جاهز زي الفل طبعا انا عايز اقول لحضراتكم مهم جدا اللي بيفوتوا الحلوة اهنا قبل ما اطلع من مبنى مسبيرو بجد ولا لا باشوف الحلوة على السوشيال ميديا واشوف ايه الاخطاء ايه المفروض كنت اقوله ايه المفروض اللي ما كنتش اقوله ايه المعلومة اللي ممكن اضيفها هنا وابدأ اراجع نفسي حلو الكلام؟ والله العظيم بشهادة يعني لفريق السوشيال ميديا اللي بيتابعنا واللي بيباشر واللي بيتابع كل التفاصيل على الصفحة الرسمية للقناة الاولى وصفحة اكلة ام تفاصيل الصغيرة بس اعايز قبل ما ما اتكلم مكان ما تبلت ده بميس الفراخ ملاحظين حاجة جمل مساعدين بتوعي يشيلوها وبالطوله ما اعايزها هي نفس الكسرولة ونفس البولة بنفس تفاصيلها كده بس انا عايزة عايشك الحقيقة والواقع هي انا عايزها دي على فكرة الطعم هنا والتست هنا خلي بالك اوه نرجع للكسرولة بتاعتي الاول خلونا نقلب الدبابيس ونشوف اخبارها ايه حلو اوه اه لا ده الموضوح هنا يحتاج تفاصيل كتير اوه شايفة ده ببص شوف خد الحمراء الحلو والارماشة دي ازاي اه كلها معلية زيت تاني اه حلو اول اه فعل بقى عدر وزماري وزي ما قلت لحضراتكم عايز الطاصة اه والسر في الطاصة نقول لها دي كده اه نقفل دي كده يلا حاجة حلو اه مهم جدا وارد وانت شغالة في قلب مطبخك اه حلو اه تمام شوفت الدبابيس شكلة اعمل ازاي هناخد شوية بوكي جرنيم اللي عندي ده كده اكزف الموضوع ده عشان مهم جدا اه 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 وننزل بوم هنا كده اه شوفت الحلوة دي كده اه اصفيهم كده اعايزهم دول بس تمام ونحط عليهم يا عم الشيفة للامانة معلقة نيشة صغيرة دي التركاية بقى دي الخبرة الطهوية اللي بتكلم عليها اه اه دي الميا دي اه اه واقلبهم كده كمان شوية عندنا عصير الليمون فاكرينه ده اه اه بانزل بها هنا كده اه معانا سلاس الليمون هارس هنا كده 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 بشرة الليمون اخدها انزل بها هنا كده دي صلصة الليمون اللي انا هنزل بها على الفراخ عشان مع طبق رز مصري شوية مكارونة زباكتة كده يبقى الطبق بين ايدك طبق له يستحق التقدير اه اه نشى البيون اللي كنت متابل فيه الفراخ اللي هو التوم وعصير الليمون والطعم بتاعنا هاخدهم زي ما هم كده عم نشيف اه بص على الحلوة بقى ننزل بهم كده مرة واحدة اه واحدة واحدة عينية اه 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 الله اه ونسيبهم على النار يا مغازي ياخدوا غلوة ايه الحلوة دي عمشي ايه الجمال ده اه خلي بالك الطعم والفليفر مكان ما كنت متابل الفراخ زي الفراخ كيلو ده ببيس فراخ جيبي اتنين كيلو حسب عدد افراد الوصر جيبي نص كيلو ما فيش اي مشكلة ولكن طريقة التنفيذ والطريقة اللي انا اشتغلت بيها والطريقة الجديدة والتفاصيل الصغرية دي كلها اكيد خبرة طهوية اه اه حمرتهم الاول في طاسة بعد ما تبلتهم وبعدين مزلت بالبيون بتاعنا الجميل واسيبهم ياخدوا غلوة على النار دبابيس الفراخة اخبرها ايه انا بغص عليها لا هنشوف الكوسة دلوقتي ما تقلقش ايه الحلوة دي يا مغازي ايه الجمال دي يا مغازي ايه ده ايه السلايز اللمون مع طعم اللمون مع طعم الدبابيس ايه الحلوة دي ايه الجمال ده نغرفها مع بعض يلا يلا اللهم صلى على النار يلا واحدة واحدة اه نجيب طبقة التعجين بتاعنا زي ده كده حلوة قوي جميل قوي انا بقى هنا هضيفت ركاية حلوة كده مش مكتوبة في المقرر مش مكتوبة في المأدير انا باعشاء البصل لاغضر وعروق البصل لاغضر والزيوت الطيارة اللي في عروق البصل لاغضر اللي دايماً الصينيين واليابانيين بيستغلوه احق استغلال واحسن استغلال في الفرايد رايز في الحشوات بتاعتهم في السوشي بتاعهم في المطبخ الصيني الياباني تلاقي البصل لاغضر ده يتصدر القائمة الاولى بس مش البصل بتاعنا ده مش موجود في اي بقعة من الارض غير في الارض الطيبة مصر خلي بالك التاني لا لون طعم ولا رايحة ولا لون هناخد العروق دي كده اه 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 شفت التوطيعة دي كده بسكينة حمية اه 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 دي مش موجودة في المأدير بس هي للتقديم حلوة برضو دي جات معي ازاي مش عارف مش موجودة في المأدير ولكن موجودة للتقديم اه 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 الله على الصوت الحلو ده جبني تفاصيل الصوت ده كده الله بيتكلم مصري هنشيل دول كده وناخدهم نحطهم كده في ارضية الطبق ده كده طيب انت عملتي كده ليه مغازي لأ انا عايزك بقى تاكل سلسة الليمون اللي هتنزل على العروق دي كده وتكلاب المعلقة كده وانت بيعايشة مع الدبوس الفرخة والفص بتاع الدبوس وتفاصيله وطعمه موضوح تاني برضو قصة تانية وحكاية تانية نغرف مع بعض فين يا مغازي هو ده بسم الله الرحمن الرحيم اه تعالي حبيبه اللهم صلى على النبي ايه الحلوة دي لا بقى تفتحه من الجنب تفتحه من اي من عند اللحمة من عند العظمة اذا لقيت دم تعالي حاسبني اه اه قدم استعالتي على طول اه ليه بقى ضربة السكينة ما بين العظمة وبين الفص بتاع الدبوس هو اللي ينجيني من اي تفاصيل او دم او خلاف اه السبجة ببعد كده طيب ما عنديش يا مغازي البصل اللي اخدر ده حاجة فيها حاجة بديل ليه اه في بديل اقولك اه جيب الفلفل الالوان قطعيه كريهات وحطيه طيب ما فيش فلفل الالوان اعمل ايه شوية رز حلويل كده اهم مكررون ازبكت اه وليلي بقى انت عملت ده ببس الفراغ بالشكل ده وبالطعم ده وبالتفاصيل دي قبل كده يبقى نستحك بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الاولى اه ده رزماري ده مهم جد يا دلعك يا دلعك يا دلعك يا دلعك اه 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 شوف الحلوة يا نزل شوف الجمال شوف الخبرة التهوية شوف للشكل الانسيابي الحلو دك اه هو ده تفاصيل كتيرة هنا على فكرة والمعنى كبير والطعم جديد الله ما صلى على النبي تمام نروع الدنيا في حاجة معاك زي الفل مخرجنا حبيبنا عايز تشوف الكوسة عينية حاضر يا فد حاضر طلعلك الكوسة دلوقتي ونسمع الكلام بس نروع المطبخ عشان نفسنا تتفتح للأكل خلي بالك دايما بقول مطبخك نضيف بعد ما تخلصي كل حاجة هتقعد في وسط ولادك كده وتسمع الكلام الحلو تسلم ايدك يا ماما والودي الشاق في العيلة والبت الجميلة في العيلة هتقوم تبوس ايد ماما وراسها وتقولها يا ماما ربنا خليك يلينا يا ماما ودايما ناكل من ايدك الأكلات الحلوة ويدعيلي ارا بالبرة كمان تسلم ايدك اشوف مغازك اشتركوا في القناة